شارك ممثلون وكتاب أفلام وبرامج ومسلسلات تلفزيونية في اليوم الأول من إضراب يستمر يومين أكبر كبرى لاستوديوهات الأمريكية على وقف الإنتاج بسبب خلاف بشأن مطالب العاملين برفع الأجور والإضراب المزدوج هو الأول من نوعه منذ أكثر من ستين عاما سيؤدي لتفاقم الأضرار الاقتصادية التي تسبب فيها إضراب الكتاب الذي بدأ في الثاني من مايو الماضي في ضربة جديدة للقطاع الذي تقدر قيمته بمليارات الدولارات وتطالب نقابة ممثل الشاشة التي تضم مائة وستين ألف ممثل ومعها نقابة الكتاب الأمريكية برفع الأجر الأساسي إضافة لضمانات بأن لا يحل محلهم الذكاء الاصطناعي